بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الواحي اللهم شل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللوجج الغامرة يأمنو من ركبها ويغرقو من تركها المتقدمو لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم شل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياف المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعسمة المعتصمين اللهم سل على محمد وآل محمد سلاطاً كثيرتاً تكون لهم رضاً ولحق محمد وآل محمد اداعا وغضاً بحول منك وغوة يا رب العالمين اللهم سل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم سل على محمد وآل محمد وعمر قلبی به طاعتك ولا تخزنی به معصیتك ورزغنی مواسات من قد ترت علیه من رزقك به ما وسعت علیه من فضلك و نشرت علیه من عدلك و احیيتنی تحت ظلک و هذا شهر نبی که سید رسولك شعبان الذي حففته منك به الرحمته و الرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعب في سيامه و غيامه في ليانيه و عيامه بخورا لكه في اكرامه و ارضامه الى محل خمامه اللهم فاعنا على الاسطنان بسنتهی في و نیل الشفاعت لده اللهم واجعلهنی شفیعا مشفعا وطریغا إليک مهعا واجعلنی له متبعا حتی ولغاك يوم الغیامت عنی اراضیا وعن ذنبی غاضیا غد اوجبتلي منك الرحمته و الرضوان وانزلتني دار الغرار ومحل الأخیار